السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا حبيبة عاملين ايه يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حيال النهاردة جايلكو فيديو جديد وخبر جديد وزي ما متعودين هنصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليها افضل الصلاة والسلام الخبرة اللي معنا النهاردة عن الفنانة فيفي عبدو طبعا زهرت مؤخرا فيفي عبدو في لايف لها وزاعت على الملأ وقالت ان هي دخلت تعمل عملية والعملية دي كان نتيجة ان هي حد اداها حقنة بالغلط فاصيبت بزي شلل كده ما كانتش بتتحرك وكان دخلت تعمل عملية في ظهرها وقالت ادعولي وطلبت ونجدت كل الناس ان هم يدعولها امبارح طلعت بنتها عزة وكانوا بيحتفلوا بعيد ميلاد فيفي عبدو بعد ما طلعت وقالت الحمد لله وما طلعت من العمليات وعملت العملية وزاي الفل ما فيش اي حاجة امبارح كانوا بيحتفلوا بعيد ميلادها التمانية وستين طبعا أثناء عيد الميلاد كانت حلوة وكويسة وكل حاجة ما فيش اي حاجة بعديها على طول مباشرة حصل انتكاسة لحالة فيفي عبدو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وتعبت جدا والحالة تدهورت الى اسوأ حد زي ما انتوا شايفين قدامكم كده نقلوها للمستشفى بسرعة لان الحالة خطيرة جدا وفيفي عبدو يكاد يكون مش هتقدر تقف على رجلها تاني اولا هي مش صغيرة هي كبيرة تمانية وستين سنة فاستحالا هي ترجع للرأس تاني وخصصا بعد العملية اللي عملتها في ظهرها دي وبعد الانتكاسة اللي حصلت لها دي فربنا يشفيها ويعافيها وده اللي بنتها طلعت ونجدت وطلبت ان الناس تدعي لها ان ربنا يشفيها ويعافيها يا رب ويشفي مرضى المسلمين جميعا وده الخبر اللي كان معنا النهاردة ولو الخبر بتاع عجبكم يا ريت ما تنسوش تحطولي لايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وربنا يشفي مرضانا جميعا ويشفي مرضى المسلمين ويشفي في في عبده ويشفي كل حد مريض وكل حد عنده حد مريض طبعا ما تنسوش يا حبابي تحطولي لايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان اقدروا فيكم بكل الاخبار هتوحشوني لحد ما شوفكم في فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته